أحسن الله إليكم يقول هذا السائل قضيلة الشيخ في أخير أسئلة هل يجوز أن نلعن إبليس ونقول لعنة الله عليه وجزيتم خيرا إبليس لعنه الله وهم العم وإذا لعنته من أجل أنه أغواك وأوقعك في ماصر وتذكرت وتبكر إلى الله ولعنته لأنه هو الذي أغواك حالة بأس بذلك مع أن الأولى الأولى أنك تنوم نفسك أنك تنوم نفسك على الماصر وأنك تندم عليها وتوب إلى الله وأما لعن إبليس فإنه لا يفيدك شيئا مع عدم التورة وعدم الندم